بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل اليوم مسائل تطبيقية على ازاي بنقدر نحسب نواتج الاحتراق والنسب بتاعتها لأي تفاعل عندنا. زي ما احنا بنقول عندنا المسألة النهاردة بتقول بيوتان المركب بتاعه سي اربعة اتش عشرة اسبرنيد ويز ناينتي برسان ثيرويتيكا يعني يعني بحرق بنسبة اقل من نسبة مية في المية. طب ايه توقعي المزل هزا ان هزا احتراق غير كامل. طب احتراق غير كامل اللي هيظهر فيه اتوقع على طول يظهر عندي اول اكسيد الكاربون السي او. يبقى احنا قلنا عندنا كمراجعة بسيطة دانية عند احتراق كامل احتراق غير كامل. ها احتراق في وقود كمية زيادة من الهواء. زي ما احنا شوفنا في المثال الموضي. كالكولية زي احساب نسبة السي او. ان برودكت. ان برودكت. طب السيليوشنز يبقى انا عندي زي ما احنا استنتجنا على طول فور ان كومبليت كومباشن. سي او مست بي ادتو ذا. برودكت. يبقى لازم اضيف سي او للبرودكت. وقت بالمعادلة بتاعتي زي ما احنا مشينا المرة اللي فاتت. يبقى انا عندي سي اربعة اتش عشر اده انا حاطين واحد مول. وبعدين كمية الهواء طبعا انت المفترض تعمل الخطوة زي ما عشان الوقت احنا عملنا انها بتعمل معادلة الاحتراق. لنفس الوقت حالي نعمر الفاتي قطرها ستة ونص. هنا هضرب فيه تسعة بوين ستة. والنواتج اللي عندي ايه? مش عارف ده رمز مجهول. وبعدين الخمسة دي كنا جبناها من معادلة الفاتت. والاتين وعشرين اللي كنا جبناها معادلة الفاتت. والجديد عندي البي سي او. طبعا انا افضل انك تمشي خطوة خطوة زي ما مشينا المسال الاول. يعني الاول هتكتب السيوريتيكا وبعدين تضرب القيم دي فيها. بعد ما كتبت السيوريتيكا اضرب في كام في بوينت تاسعة. ليه? لانه عندي تسعين في المية. بعمل مقارنة. بعمل مقارنة عندنا. يبقى انا عندي الا اربعة بتاعتنا. ده الكربون اللي داخل عندي. اصبح عندي ادى زرات كربون ايه? وزرات كربون بي. بقى ايه زائد بي بطلع من هنا المعادلة. لما كتبت قارن الاكسوجين. بلاقي عندي. داخل عندي اكسوجين. قيمته اللي هي بوينت تسعة في ستة ونص طبعا في اتنين. هيساوي اتنين ايه زائد بي. بطلع من هنا المعادلة. يبقى هطلع من هنا البي بتاعتنا. تطلع واحد وثلاثة من عشرة. يبقى انت كده طلعت ايه? القيم المجهولة عندك. ادى عندي ايه زائد بي بتساوي اربعة. المعادلة اونية. المعادلة التانية بيديني ايه زائد بي. بحل الاثنين معضادة بطلع البي وطلع ال ايه. يبقى احنا بنعمل عملية البالانس تاني. بطلع اربعة ايه زائد بي. من المعادلة التانية اللي هي تسعة من عشر في ستة ونص في اتنين. هيديني حداشر بوينت سبعة. بتساوي اتنين ايه زائد بي. ومن هنا هقدر اطلع الايه والبي من المعادلتين دول. بعد كده ابتدي اشوف نسبة اول اكسيد الكربون زي ما عملنا المرة اللي فاتت. بجمع نواتج الاحتراق. حلقية طلع واحد وثلاثين. نسبة الاكسجين او اكسيد كده واحد ثلاثة من عشرة. بطلع النسبة تطلع اربعة بوين تسعة عشر من ميلي. طب الاير فاول ريشو زي ما عملنا في المسألة الماضية الاير فاول ريشو عبارة عن الام دوت الام اير على الام فاول. يبقى ده تسعة من عشرة في ستة ونص في اربعة بوين ستة. في الوزن الجزئي لو تسعة عشرين على الوقود واحد في تمانية وخمسين. تطلع تلاتاشر. بوين تسعة اتنين كيلو جرام اف اير على كيلو جرام اف فاول. يبقى انت كده جبت المطلوب. ونبتدي نشوف مثال تاني برضو يوضح لي فكرة اكتر. اللي هو مثال رقم ثلاثة. وده بنقول الفكرة هنا بتختلف. لان من المسألة بيوتان سي اربعة اتش عشر اسبيروني دوي دري اير عندي فليومتريك اناليسيز. هنا اعطاني الفليومتريك اناليسيز للنواتج. انا كنت هناك بس تنتج الفليومتريك اناليسيز في المسألتين اللي هلنوم بلي كده. احنا النهاردة بمعطة جديد اللي هو الفليومتريك اناليسيز للعملية الاحتراق عندنا. برضو عندي انا وهنا دراي. يبقى هنا في المسألة هنا في المسألة ما تدنيش نسبة المية. ولزاك انا اضف المعادلة هنا كمجهول. يبقى انا عندي لو افترضت عندي احرق كام واقود ايه? سي اربعة اتش عشرة باستخدام كمية من الهواء مش معروفة عندي بيه. هيطلع لي احداشر مول من ثاني اكسيد الكربون. واحد مول من اول اكسيد الكربون. تلاتة ونص مول من الاوتو. اربعة وثمانين بوينت خمسة انتو. والجزء المتبقي مياه انا مش عارفه. هي دي المعطاة بتاعت المسألة. برضو انا افضل تكتب المعادلة الاستيكومتريك اولا وتكتب المعادلة بتاعت الاحتراق الحقيقي دي الثانية. يعني احنا هنا كتبناك معادلة الاحتراق الحقيقي على طول. برضو بعمل بين زرات الكربون اللي داخله. زرات الهايدروجين. زرات الاكسيجين. طيب انا لو جيت بصيت لي اربعة يبقى انا عندي اربعة ايه. وبعدين خارج عندي بالنسبة لكربون حداشر زائد واحد. حداشر زائد واحد. واحد سي. يديني يبقى الايه تطلع بثلاتة. طلعت قيمة الايه. برضو حقارن الهايدروجين. هتطلع قيمة السي. واثنين بي من معادلة مقارنة الاكسيجين. هتطلع قيمة البي. يبقى انا طلعت قيمة الايه والبيو سي اعمل مقارنة للنيتروجين. هتطلع قيمة البي عندنا. طيب تعال نبصي كده لو احنا انا كتعندي الايه في الوقود. ولذلك احنا قلنا يفضل اما نكتب معادلة احتراق يكون لواحد مول من الفاول. فهنقسم على الايه اللي طلع عندنا واحنا شوفنا يطلع عندنا كام. وبعوض هلاقي هذه المعادلة يبقى دي تمثل معادلة الاحتراق الحقيقية. اللي موجودة عندنا في حالة لما هو الداني نواتي الغازات. انا طلعت قيم بتاعت الوقود وطلعت قيم الاير. وبعدين اسمت على الرقم اللي قدام الوقود عشان اخليه واحد. فاطلعت لي هذه المعادلة. المعادلة بتقول انا لو حرقت واحد مول من البيوتان محتاج سبعة ونصف مول من الهوى عشان اطلع تلاتة بوين سبعة. تلاتة بوين ستة سبعة مول من سانيوكسيدي كاربون بوين تلاتة لاتة سي او زائد وان بوين تون سيفن او تو زائد اتنين ايه? اتنين تمانية بوينت واحد سيفن ان تو زائد خمسة اتش تو. طيب. هو طالب مني انه انا اطلع نسبة هم? theoretical percentage air. دي مقارنة بيستة جدا. احنا لو رجعنا للمحاضرة اللي حلناها لنفس الوقود في المثال الاولاني المعادلة النظرية كان عندي مستخدم ستة ونص واذا كان قلت دايما في كل مسألة يفضل وانت بتحل بنفسك تكتب المعادلة النظرية في الاول. ففي المعادلة النظرية للبيوتان لما احترق كانت نسبة الهوى المطلوبة ستة ونص. طيب انا استخدمت هنا كام? سبعة ونص. يبقى نسبة الهوى الزيادة هتبقى سبعة ونص على ستة ونص في مية الديني مية وسبعة. الديني مية وسبعة. يبقى اذا انا هنا حسبت السيوريتيكال اير. والنصيحة اللي بتصح دايما ليكم ان كفائي معدل الاحتراق اكتب المعادلة النظرية الاول وبعد نكتب المعادلة الحقيقة اي ان كان معطى بالنسبة لك عشان يبقى سهل المقارنة. وشكرا ان نشوفكم المرة القادمة في تطبيقات اكتر. اشتركوا في القناة